يبدو بأن قصة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ذي النزعة الانفصالية لم تنتهي بعد فبعد أن خفت نشاطه طوال الفترة الماضية عاد من جديد للبروز على السطح هذه المرة بتشكيل ما يسمى بالجمعية الوطنية العمومية برئاسة محافظ حضر موت المقال أحمد بن بريك التطور الجديد لا يحمل أي دلالة من حيث التوقيت كما هو واضح عدا أن هناك أطرافا تسعى لترسيخ وبلورة الشعور الانفصالي بالتزامن مع سير المعركة الميدانية والسياسية التي تقودها الشرعية ضد الميليشيا الانقلابية الواضح أيضا أن الخطوة الجديدة تضفي مزيدا من التعقيد على الحاضر وتسعى إلى تلغيم المستقبل فبينما تحاول الشرعية القضاء على الانقلاب والاتجاه نحو تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي سبق أن اتفق عليها اليمنيون ومن أهمها ما هو متعلق بشكل الدولة اليمنية المأمولة كدولة فدرالية من ستة أقاليم إلا أن مثل هذه الخطوات لا تساعد على هذا الاتجاه بقدر سعيها إلى خلق واقع مستقبلي جديد وشائك المتابع للشأن اليمني وتطوراته المتناقضة يدرك جيدا أن الأوضاع لا تسري وفق الأهداف المعلنة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فهناك من يرى أن تدخلات تجري بالضد من تلك الأهداف وتهدف إلى عرقالة عمل الشرعية بدلا من مساندتها والقصد هنا ما يتعلق بدعم كيانات موازية للسلطة الشرعية كما هو حاصل في عدن والجنوب عموما موسيقى